أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ألاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاه لا شراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا الكبلة التي كنت عليها إلا لنعلى من يتبع الرسول ممن ينقلب على قبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليديع إيمانكم إن الله في الناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنهم حق من ربهم وما الله بغافل عن ما يعملون ولئن أتيت الذين لكل آيتهم ما تبعوا كبلتك وما أنت بتابعين كبلتهم أما بعدهم بتابعين كبلتهم ولئن اتبعت أهواهم من بعد ما جاك من العلم من بعد ما جاك من العلم إنك إذن من الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من المنترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتبكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك ومضناه بغافلين عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجا إلا الذين ظلموا منهم فلا تكشوهم واكشوني ولو تم نعمتي عليكم ولعلكم تهددون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يطلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون أذكروني أذكركم أشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الناغ مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله يا أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا صابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت باعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكل عليم إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والغدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك نعنهم الله والعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا الطواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار إن الذي إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا الطواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس يا جمعين خالدين فيها لا يخفقوا عنهم الأعذاب ولا ينزلون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنغار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما إن فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها وبتفقها من كل دابة وتشري في الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعاقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله جمداد يحبونهم كحب الله والذين آبنوا وشدوا حزبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حصرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا آئة الناس قلوب ما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما إنزل الله خالوا بل نتبعوا ما ألفين عليك آباءنا ولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا اهتدون ومثال الذين كفروا كمثال الذي ينعك بما لا يسمع إلا دعاء ونداء سم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آبوا قلوب طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزين وما أهل به لغير الله فمن اغطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنات قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أشبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاك بعيد ليس البر أن تؤلوا أجوكم قبل المشرك والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على قلبه إذا بالكربى واليتابى والمساكين ومن السبيل والسائلين والسائلين وفي الرقام وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وعين البأس أولئك الذين صدقوه وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والمنثى بالمنثى فمن عفي له من أخيه سيوج فاتباعهم بالمعروف وعذاهم إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحبه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياته إياء للأذباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا للوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما يسموه على الذين يبدلون إن الله صميع آليم فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأسلح بينهم فلا إسم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم السياب كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودا فمن كان منكم مريدا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له ومن وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه في القرآن وبينات من الغدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريدا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم الإسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريبة أجيب دعوة الداعي فليستجيبوا لي وليؤمئوا في لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الشياب رفض إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون نفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فلآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتمين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الشياب بين الليل ولا تباشرون وتمعاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ مَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُضْلُوا بِكَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَنِيقًا مِنْ أَمُوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورك ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابك واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوه إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث كتبتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا ودوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات القصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليكم بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله وأعلموا أن الله العالم التقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسنكم فما استيسر من الهد ولا تحبقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي ومحلا فمن كان منكم مريضا أو بيادا من رأسك فبدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهد فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج واستماعات إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله وحاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فصوق ولا جدال في الحج فما تفعله من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير ازداد التقوى واتكون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فاذكروه كما خداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم في ذوب حيث أفاد الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباكم وشد ذكر فمن الناس من يقولوا ربنا وانا في الدنيا ربنا آتنا في الدنيا وفوما له في الأخرى من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرى حسنة وقين عذاب النار أولئك لكم نشيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله وعلموا أنكم إليه تحشدون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصاب وإذا تولى سعى في الأود ليبسد فيها ويهلك الحرث والنسل الله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بإثم المهاد ومن الناس من يشهده فمن ابتغى مرضات الله والله رءوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في استلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدود مبين فإن زللتم من بعد ما جاتكم البينات فعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينزلون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وخدي الأمر إلى الله وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كما أتيناهم من آية بينا ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاته فإن الله شديد للعقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة الله يرزق من يشاء بغير حسابه كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين والشرين ومنذرينه وأنزل معكم الكتاب بالحق ليحقى بين الناس فيما اختلفوا فيه فما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاتهم البينات بغي أن بينهم فهذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه الله يهدي من يشاء إلى شراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأسة مستهم البأسة والبراء وزنزلوا حتى يقول الرسول حتى يقول الرسول حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إننا نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون كل ما أنفقد من خير فللوالدين والأطربين واليتاماء والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم الكتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام كتال فيه قل كتال فيه كبير وصد على سبيل وكبتم به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونك حتى يردوك وعن دينكم يستطاعوا ومن يرتدت منك وعن دينك فامتوا وكافر فأولئك حبثت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجلوا وجاغدوا في سبيل الله وجاغدوا في سبيل الله لذلك يا رجل رحمة الله والله وفور الرحيم يسألونك عن الخمر والميصر قل فيه ما يثم كبير ومنافع للناس ويثمه ما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتام قل إصلاح له خير وإن تخالطوهم في إخوانكم والله يعلم المبسد من المسلح ولو شاء الله لاعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة الخير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار الله يدعو إلى الجنة والمغفرة في إذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيد قل هو هذا فأتزل النساء في المحيد ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث مركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم من ناشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوب وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم وانتبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس الله سميع الله سميع ثلاثة كروه ولا يحل لهن يكتبن ما خلق الله في إرحمهن إن كن يؤمن بالله وليوم الآخر وبعونتهن حق بردهن في ذلك نرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فينساكم بمعروف وتسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله فإن خبتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح علينا فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعددوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظاهر المعالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهم أن يتراجع إن زنا إن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يغير ذلك ومن يعلمونه وإذا طلقتم النساء فولهنج لهن فأمسكوهن بمعروف أو استرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعددوه ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله وذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة من الكتاب والحكمة أعزكم به واتقوا الله وأعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فظلغن أجلهن فلا تعدلوهن فلا تعدلوهن إياك إحنا أزواجهن إذا ترادوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله وليوم الآخر ذلك أزكى لكم أطغر فالله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يردعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعه وعلى الموجود له نسكهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسه إلا وسعها لا تضعر والدة بولده وعلى الوارس مثل ذلك وعلى الوارس مثل ذلك فإن أراد أفصالا عن تراجب منهما وتشابر فلا جناح فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تستردعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف وابتقوا الله وعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يطافون منكم أذلون أزواجا يتربسن بأنفسهن أربعة شهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء واخننتم في أنفسكم علم الله أنكم سققرون ولكن لا توعدوهن ولكن لا توعدوهن سر إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاء حتى يبلغ الكتاب وعجلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم وحذرواه وعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم توصلوهن أو تفردو لهن فريضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن قد فرضتم لهن فريضة فنسفما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا وقربوا للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة البسطة وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يطفون منكم وذلون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن اخرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمتلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعاقلون ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم أهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس لكن أكثر الناس لا يشكرونه وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم ما ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فإذا عفقوا له أدعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملائم من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له أعطلنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم انكتب عليكم الكتال قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ألما كتب عليهم الكتال تولوا إلا قليلا منهم الله عليم بالزالمين وقال وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن عطب الملك منه ولم يؤتى سعة من المال قال إن الله استفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله آسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتي كم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك عالمه ثوال غالون تحمل الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله موت ليكم من غر فمن شرب منه فلي استمن ومن لم يتعرض فإن من إلا غرفة بياده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجال لوت جنوده قال الذين يزنون أنهم ملا كل كم من فئة قليلة غلبت كثيرة بإذن الله الله مع الصابرين ولما برزوا لجال تجنوده قالوا ربنا قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموا فهزموهم بإذن الله فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما عشاو ولولا دفوا الله الناس بعضهم لبعض لفصدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات ما بنطلوب عليك بالحق وإنك لمن المرسلين